لينا دلوقتي نسيب حضركم مع موجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زملتنا لمية حمدين يا لمية شكرا لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرنة موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء الهند نارين درامودي اجتماع مائدة مستديرة بمقر مجلس الوزراء وذلك بحضر عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين لمناقشة جوانب التعاون الثنائية وكان رئيس مجلس الوزراء قد استقبل بمطار القاهرة الدولية رئيس وزراء الهند الذي يزور مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كل من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة المرور المستمر من قيادات التنفيذية بالمحافظات وذلك خلال إجازة العيد للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني كما كلف مدبولي خلال ترأسه اجتماع المحافظين بضرورة توفير اللحوم والأضاحي والشوادر على مستوى المحافظات وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات مع تكتيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية وذلك في إطار استعدادات الدولة لعيد الأطحى المبارك كما شدد رئيس الوزراء على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة الإجازات بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد أعلنت الرئاسة الروسية الكريملين أن رئيس مجموعة فاغنر بريغوجين سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه رئيسها أليكساندر الكاشينكو لإنهاء التمرد المسلح الذي قاده بريغوجين ضد القيادة العسكرية الروسية وقال ديمتري بيكسكوف المتحدث باسم الكريملين أن لكاشينكو عرض التوسط للتواصل إلى اتفاق بناء على موافقة من الرئيس الروسي فلاتيمير بوتين لمعرفته الشخصية بريغوجين وذلك منذ نحو عشرين عاما وأكد الكريملين أن التمرد الذي نفذته مجموعة فاغنر لن يؤثر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن التطورات في روسيا وأضف البيت الأبيض في بيان أن الزعماء أكدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا وقال متحدث باسم المستشار الألماني أولف شولتس أن الزعماء الأربعة أكدوا خلال المحادثة التزامهم بمواصلة دعم أوكرانيا مدام ذلك ضروريا كما أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الزعماء اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة أعلن الجيش الأوكراني أن قواته أحرزت تقدما بالقرب من مدينة بخموت وقالت نائبة وزير الدفاع عن ماليار عبر تطبيق التليجرام أن القوات الأوكرانية شنت هجوما بالقرب من مجموعة من القرى المحيطة ببخموت وهي المدينة التي سيطرت عليها روسيا الشهر الماضي بعد قتال استمر لشهور أعلن الجيش الباكستاني مقتل مدينيين اثنين على أيدي القوات الهندية في منطقة كشميرا المتنازع عليها في جبل الهمالية وذلك في أول صراع بين الجارتين منذ وقف إطلاق النار بينهما في 2021 وقال الجيش الباكستاني في بيان إنه جرس تهدف مجموعة من الرعاة لقطاع ساتوال عند خط السيطرة والذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين محذرا من أنه يحتفظ بحقه في الرد وكان الجانبان قد اتفق في 2021 على وقف إطلاق النار على طول الحدود المتنازع عليها مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة الاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل